النادي الاهلي وحنتكلم عنه بقى زي ما قلتلكه خلال الفترة اللي جاية بالكامل وعايزين دايما زي ما قلت لحضراتكم دعم طيب قبل بس ما نتكلم في الدعم والمساندة وكل الامور دي خلينا نروح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي نعرف منه اجراءات او الاجراءات اللي بتحسد بقى خلال هذه الايام قبل مباراة الهمة جدا يوم السبت القادم سيد العميد ازاي حضرتك يا فاندن جا مساء الخير يا كابتن اسبام ازاي الصح مساء الفل يا فاندن مخبار حضرتك كله تمام الله يخل الله يخلي كابتن كله تمام الحمد لله اولا يعني سعداء جدا طبعا بالمجهود اللي دايما انت بتبزولها فاندن على في كل المواضيع الحقيقة لانه دايما على تواصل مستمر مع حضرتك عشان نعرف الناس قد ايه المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر بناء طبعا على تعليمات مجلس الادارة بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكون وجهة جيدة جدا للنادي الاهلي لا والله اجتما اسلام انت عارف انت من نادي الاهلي يعني وعيشت مع النادي الاهلي كل الادارة في النادي الاهلي بمجلة الادارة بالادارة كلها كله بيشتغل يعني هو فريق عمل واحد هو ده اللي بيوصل فيه لتنفيجي عشان تطر جمهور ده وعشان تطر عضاء جماعي العظمية وعشان تطر النادي الاهلي ليه دور ليه دور ريادة في الوطن العربي وفي افريقيا وفي مصر لازم نكون لانا اعترف بيه طبعا كلها تبص للنادي الأهلي من منظور تاني المنظور مختلف تماما النهاردة انت عندك ما فيش حد بييجي زيارات خارجية على مستوى الرياضة عندي وفد ان شاء الله بإذنه من سفر فرنسا يوم 25 و 26 قادم الدول الأفراد كما بيجي تبعادة دور الناجي الأهلي دور العربية فالنادي الأهلي له دور ريادي على مستوى الوطن العربي ومستوى الأفريقي وليه دور وطني بيقوم فيه لان طبعا يعني انتعرف بالنسبة لنا النادي الأهلي دوره الوطني فهو تمثيل مصر بشكل جيد وشكل لاحق هو ده اللي حد نعمله مجلس إدارة أدارة تانتزية اللاعبين على مستوى الفرق انت بتشتغل نظر في كل المجالات بس النهاردة النادي الأهلي 70 أو 20% دون تحيز من المنتقبات القومية لعبين النادي الأهلي على مستوى لعب كلها فالحمد لله رب يعمل كلنا الروح الفريق أو زي ما مدور روح قنال الحمرة هي دي اللي بتمجحنا وهي دي دايما اللي احنا عايزين بنتمتع بيها عشان خاطر بمهورنا عشرة الأعضاء الجمال العمية كل التوفية فاندم لحضرتك خلينا بقى نتكلم عن المباراة القادمة مباراة يوم السبت هي مباراة واحدة من المباراة الهامة جداً كالعادة كل مباراة النادي الأهلي مهمة لأيام مباراة مهمة عرفنا الأول كانت الساعة الأمنية أو الأمن كان سامح بعشر تلاف متفرج دلوقتي بقى 15 ألف هل الموضوع عيلي مرة تانية لأن في بعض المواقع كاتباً عيلي الخمسة عشرين ألف هل الموضوع ده صحيح ولا لا؟ لا بص هو مباراة طبعاً كان فيه اتصالات مكسفة وأول مباراة احنا أول اجتماع أمني عملناهم بالتاب وكان الأمن حدد عشر تلاف احنا على الفور اخذنا إجراءاتنا عشان ما يبقاش فيه تعطيل وابتالينا انطرحنا التزاعة على السيطن من حجز الالكتروني فحصل فيه اتصالات بين رئيس النادي والجهات الأمنية لمتنبت الجمهور وزيارة العدد الجماهيري فأم باراة احنا على التصريح على الثاني اللي احنا بنتمنى اللي هي تفتل إلى عشرين أو خمسة وعشرين ألف بناء على الاتصالات اللي كانت حصلت مباراة النهاردة صح الحمد لله الأمن مشكوراً بناء على الاتصالات دي أضاء زود خمس تلاف الأشرة تلاف موجودين فأصبح خمس تاشر ألف متفرج غير الدعوات اللي بتيجي من سواء الأكاديمية الكورة أو سواء الأعضاء الجماعية العمومية فالنهاردة برضو هرجعوا الثاني اللي هيجبون متواجد في الملعب إن شاء الله بإذن الله قرابة العشرين ألف بيشجعوا بيستانتوا ناديلها التذاكرة هيا طرحناها على السيستم هيا طرحنا كل التذاكرة اللي هي الدرجة الثانية أو الموحدة اللي هي فئة العشرة جنيه طرحناها على السيستم عشر تلات تذكرة تم حجز حتى الآن ستلاف مية وحد وخمسين المتبق إن شاء الله بإذن الله هنفتح منفس في اسكندرية يوم الخميس ليه جمهيرنا برضو عشان خطر هو ما بيقدرش يتواطر على السيستم وده احنا ديه مش أول مباراة حبناعمل كده دي ثلاث مباراة أو رابع مباراة فدايما بتدور على إزاي تسهل على جمهورك يحصل على تذكرته بس أهم حاجة في الآخر البانات بتبقى موجودة أهم حاجة وانت في المدرجات بتبقى عارف واسقوي اللي انت بتشجع رئياتك بتشجع النادي الأهلي تقول أن أكروجه read عشر عشان خطرا لا تدرش النادي الأهلي إحنا كل ما بناخد خطوات بنتلع بيها الأدام خلي بالك النادي الأهلي متوقف عليه عودة الجماهير خالينا بقى نبقى بتصددين عودة الجماهير بالدمدرجات المدرجات فلازم يعني أي حد يحاول يعكر صفوة الجماهير في التشجيع وخروجه عن نص لازم النادي الأهلي ولازم جمهورنا يلقظوا احنا بروحنا نتاند في رئيسنا في لوائح بتطبق سواء الاتحاد الافريقي في لوائح الاتحاد الدولي نطع عليها مش عايزين عقوبات لجماهيرنا يا رب ان شاء الله بإذن المباراة اللي جاء تعد على خير المشوار الافريقي طويل مش عايزين نتحرم من جماهيرنا تحت اي ظرف وظروف الامن بيمد ايده بيمد لنا المساعدة او ما بيلاقي فيه تعاون النهاردة هو الفرح بالاجتماع الامني اللي حصل مع لجنة المباراة بردت عمر فاروق والاستاذ ابراهيم الكفراوي بنالعى اتصال الاسم نادي حصل الامن طلب مستلبات وهو ماد يدوه واحنا بالنسبة لنا لازم هننفذ المستلبات دي لانها في الاخر خالص تنظيمية اعداد الامن الاداري هنزود اعداد الامن الاداري عشان ما اشكي احتكاك الجمهور مع القوات الامن برضو اللي بتنزل من الساعة طبعة الصبح عشان خاطر تأمنها كتبقى موجودة فده بنوفرها شركة زاد سمعة طيبة في الامن برضو احنا بنوفر الشركة فتي مجدود جهة جدا بيحصل عشان خاطر جمهورنا يرجع المدرجات فأتمنى الجماهر اللي دائما بنراهن عليها اللي بيوصل وبيتلع يعني الناس بتتعب وبتنام في الشارع عشان تحصل على التذكرة الناس بتتعب وفي جيلك من كل حتة على سبع وعشين محافظة عشان تحضر المباراة أتمنى اللي الناس راعي هذا الكلام وتحافظ على مجهود الجمهور اللي بيجي من كل مكان عشان خاطر يشجع نادي الأهلي ونفسه أنا والله مثلا منت أكيد برضو في جمهور بيبعث لك على التليفون التصالات اللي بيحلم يخش نادي الأهلي ويحلم يروح يشجع نادي الأهلي واللي مش عارف يحصل على تذكرة للنادي الأهلي فانت بتحاول تتعب الناس باي طريقة لأن فعلا دول اللي بيحب نادي الأهلي من قلبه وبعايز شجع وعايز تانه وده اللي احنا بناشر بيجيه مهورنا الالتزام باللوائح الالتزام بالتشجيع المثالي لنادي الأهلي اللي عيبة محتاجة لنا كلنا يبقى بطهرها وانا برضو هارجع والتاني احنا بنراعن على هذا وبإذن الله نبرك لبعض يموتك إن شاء الله المباراة ساعة ستة فنم خلاص تم تحديد الساعة ستة في ملعب الجيش ببرج العرب برج العرب إن شاء الله هل تم التنسيق مع فريق شباب الثورة عشان حيجوا أمتى والقعدة أمتى لسه بغد دلوقتي ولكن كابتن سامل عبدالسل طبعا هو بيقوم بالصلاة المكسفة معهم زي ما احنا هو نحن بدي بقى كابتن سامل عبدالسل سافر قبل برئيسنا نبت القصة المقدمة بقيتهم هما توصل بيصالوا على القناة هبقى يتقبل ليهم إن شاء الله بإذن الله في المقر اللي بيكون فيه استقبل لأشفاء الجذائرين واللنجي الأهلي برس طبعا إن شاء الله بإذن الله كابتن سامل عدلي قائم على هذه الأمور وأو لما يحصل الاتصال بموعيد وصول الفريق أو التقاماتهم كل ده هنزلقهم إن شاء الله هل فيه حالات من النادي يوم المباراة لأي حد عايز يشوف المباراة من أعضاء الجماعية العمومية وده برضو تسهيل لأعضاء الجماعية العمومية لأن منحقهم نحن عملنا مجموعة دعوات خصصناها لأعضاء الجماعية العمومية وبصدوا بيكتنسي مع الأرض اللي بقى فيه أعضاء الجماعية العمومية من النادي الحمسان إن شاء الله بإذن الله فإحنا نظمنا رحلات وبرضو اللجنة الرحلات عندنا وإدارة الرحلات برضو فكروا اللي هم بيعملوا لحزيهم أحد السبب يعني فيه حاجات الناس النهاردة الإدارة كلها بتتحرك عشان سطر نشجع عودة الجمهور نشجع جمهورنا وعودة الجمهور يبقى موجودين وفيه برضو تنسيق مع كتنسالة ديبو الأكاديمية طبعا تشوف المطش اللي فات بحاجة رائعة الحقيقة نعم بحاجة جميلة جدا برضو يبقى أكملات السكندرية ليهم مكان والأمن راحب بكل دوات خلما أنت بتبقى في الإطار الأمن المزبوط وكلامة ولادنا وكلامة جمهورنا دي أهم حاجة خلص الناس بترحب فإن شاء الله بإذن الله يبقى يوم إن شاء الله أحتفالية بإذن الله في الآن اليوم السابق إن شاء الله بإحتفالية الناس كلها ستحتفل مع بعض أخيراً أفندم أسعار التذاكر كام اللي هو الموحدة بعشرة جنيه دي تلكيسيراً لإيه جماهيرنا درجة الأولى في خمسين جنيه المقصورة الأمامية بجدي آآ عشرة جنيه للموحدة خمسين جنيه للمقصورة الأمامية آآ تمام العشرة جنيه الموحدة دي دول عشرة تلاف تذكرة من خمسفاشر ألف المجموع الأكبر آآ يعني هو المجموع الأكبر آآ المأثورة الأمامية عشان ساطر الناس اللي بتحب يتحرك المأثورة في بقى موجودة ودي خلاص النفجة من البعمل على السيسم والأولى شمال دي اللي هي بخمسين كنية برضو القلق تتقرر للطارة حتنفذ بتحرك السيسم فخلاص ما ملاش مطبط فيه جانب والله هيا زي المجموعة الدعوات اللي خاصة بإتواج شركات الرعية أو الاتحاد الأفروسي طبقا للوحي المنصوص عليها نتمنى لكم يا رب بكل التوفيق وأنا متأكد أنه سيبقى تنظيم رائع كالعادة من حضرتك وكل القائمين على العمل في هذه المباراة أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الحياة